ولسه بكملين حلقتنا والنهايات أخلاق أنتو عارفين دايما فيه بوست كده دايما بيتكتب يقولك إيه آخر ما زهقنا آخر ما شفنا واستحملنا وضحينا وسبنا وانفصلنا إيه لك أنا إيه من الآخر كي عشان أخل إيديه أنا الشرير في رواية أحدهما أنا الشرير في رواية أحدهما ده بيكتبوا اللي شافي الولو والمرار كله خلاص لكن اللي عامل فيها طيب هو الشرير يعني دايما بلاقي الراجل الهادي اللي قاعد كده مستكن ده هو ده اللي عامل البلاوي وعلى فكرة برضو الست يعني الست القاوية المستبدة النكادية بقى بجد كما قال الكتاب هتلاقي الراجل اللي بعد ما نفصله هو اللي عمال حزين وما بيكلش ومش عارف يشتغل وبيحكي ويعيط واللي بيحكي دايما ده هو اللي مقهور طب والشارس اللي بيأزي وبيتخاصم وبيتخاني وبيحكي بعنف بصي أي ادعاء أي ادعاء مدته قسيرة ومنطقة البساطة يعني لاي صحي اللي صحي في الآخر حقيقة بتبان في الآخر ليه؟ لأنه منطقة البساطة يعني بيلاقي للأسف ناس بتدخل الأولاد طرف في الموضوع وكده بيبان في الآخر مين اللي بيحتوي مين اللي بيهتم مين اللي بيراعي حاجة مهمة جدا إن اللي بيندب ده وقاعد بيشتكي وبيعيط مع حق الفترة هنا مهمة قوي أتقبل إن أنا مفصلت أتقبل اللي حصل أعتبره من الماضي من الأول بقى دكتور أيها هي دي بقى الرشدة أو الطريقة اللي إحنا عايزين نمشي عليها الخطوات الصح دلوقتي أنا انفصلت هتعمل إزاي بقى كده عشان تبقى النهايات أخلاق عشان أنا نوصل لآخر الطريق اللي مكتوب فيه النهايات أخلاق يعني ها قولي كلام جميل قولي كده منت في إيه؟ أيها أول حاجة أنا لا أملك شيء في هذه الحياة حتى نفسي كلها نعم من ربنا ومراحل مؤقتة بنعدي بيها واختبارات مؤقتة والله نفعت المرحلة دي تكمل أهلا وسهلا ما نفعتش أرضى وتقبل ومنتهى الاحترام أنا قررت أنفصل مع الطرف الآخر دون إساءة دون هجوم دون زعل أنا والله الوضع من نسبلي كذا 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 ونتناقش حقدر لو حصل تغيير فلاني حقدر أكمل لو ما حصلت مش حقدر أكمل طيب اتفقنا ووصلنا أن الموضوع خلاص خلص لازم أسلم أن ده بقى ماضي وحدد وقت الحزني محدد يعني إيه أسمح لنفسي حق أزعل يوم اثنين أسبوع شهر بالكتير بعد كده أبتدي أركز على الحاضر بتاعي ومستقبلي هيبقى إزاي إيه اللي بيقعنا في مشكلة سواء الراجل الشري اللي التي بتتكلمي عنه إنهم اعتبر أنها ملكه وحد يتخالق ولا هسود عشرة ومش هيخليها تتجوز تاني ويتطردها ومجلولة ومدمانة ومش زيه والست اللي برضو معتبرانه بتاعها وإزاي هيتجوز وإزاي هيروح وإزاي ساكت وإزاي يعيش فقعدة وهنا برضو قعدة بتتعف في نفسها وبتأذي في نفسها يبقى غزبن عنها ما بيبقى بتحبه وقالبها واجحها وخلاص تكبرت بيت وحلمت والحلم بتحقق والعمدان اتحطت في البيت وعمل أكبر وحياتي وجوزي وجوزي ده حتة مني ماه ده بتاعي يعني إيه في لحظة من لحظات أتقبل إن هو مع وحدة تانية عادي